العقوبات الأمريكية على إيران تحيطها من كافة الجهات فبينما بعض العقوبات في ظاهرها تبدو متراخية من واشنطن إلا أنها تحمل في طياتها تشديداً أكبر على طهران العقوبات التي شملت هذه المرة قطاع الإنشاءات ركزت على أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية أو الصواريخ الباليستية من هذه المواد أنابيب الصلب المقاوم للصدأ ورقائق المغنيسيوم أما عن سبب فرض تلك العقوبات فيأتي وسط تأكيدات للخارجية الأمريكية على أنها خاضعة للحرس الثوري الإيراني عقوبات قطاع الإنشاء قبلتها إعفاءات من العقوبات تقع تحت مسمى الباب المفتوح ما يسمح بدخول محققين وباحثين من شركات روسية وصينية وأوروبية للمنشآت النووية وبالتالي عودة نشاط تلك المفاعلات إلى أعين الرقابة ما يمكن من الولوج إلى أسرارها ويجعل من الصعب على إيران تطوير سلاحها النووي الإعفاءات التي مددت لتسعين يوما تشمل كافة الأنشطة السلمية المتعلقة بالنووي بدءا من إعادة تصميم مفاعل آراك لجعله غير قادر على إنتاج بلوتونيوم تصلح درجة نقائه لصنع قنابل وكذلك تعديل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو للتخصيب بإيران إضافة إلى دعم المفاعل النووي الإيراني في بوشهر وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران جميع تلك الإجراءات الأمريكية ضد إيران تنصب في صالح تعطيل أو عرقلة البرنامج النووي الإيراني وتعكس مسعى واشنطن لزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران روان حمزة العربية